موسيقى مشاهدين الكرام اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من برنامج مؤشر النيل بالعرقام والتحليل نتابع اداء مؤشرات البرصة المصرية اسواق المال الخليجية والعالمية بالاضافة الى حركة الاقتصاد العالمي والمحلي ودعونا نبدأ من البرصة المصرية التي سجلت مؤشرات وتراجعات جماعية لدى اغلاق التعاملات اليوم الثلاثاء وهي جلسة منتصف هذا الاسبوع تحت ضغط من عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية المستثمرين الافراد الاجانب بينما مال التعاملات المؤسسات العربية والاجنبية والمستثمرين الافراد المصريين والعرب نحو الشراء وقد تقلص رأس المال السقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة بنحو 33 مليار جنيه ليصل الى تريليون 945 مليارا بعد تدولات كلية بلغت ب126.8 مليار جنيه تضمن التعاملات بسوق المتسندات صفقات نقل ملقية فيما بلغت تعاملات سوق الاسهم نحو 7.4 مليار جنيه المؤشر الرئيسي للبرصة المصرية اي جي اك سيرتي تراجع بنسبة 41 من 100% ليسجل 27273 من 100 نقطة كما هبط معشر رأسهم الصغيرة والمتوسط اي جي اك سيفنتي بنسبة 93 من 100% لينهي التعاملات عند مستوى 6759.5 امتدت موجة الطرق وعاتل المؤشر الاوسع النطاق اي جي اك س هندرد الذي خسر نحو 1% من قيمته ليسجل 9488 من 100 نقطة في منطقة الخليج العربي اغلقت معظم الاسواق على انخفاض في ظل تصعد التوتر في منطقة الشرق الاوسط جرع العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة المستمر لكن المؤشر السعودي عوض خسائره المبكرة المؤشر السعودي اغلق مرتفعا بنسبة 4 من 10% بفضل ارتفاع سهم شركة ارامك السعودية العملاقة للنفط بـ 81 من 10% وصعود سهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية بـ 3 و 4 من 10% اما معشر سوق دبي فقد انخفض بـ 81 من 10% متأثرا بتراجع سهم شركة الامارات لانظمة التبريد المركزية بـ 4 و 4 من 10% وهبوط سهم الخليج للملاحة القابضة بـ 9 و 9 من 10% معشر ابوظبي تراجع ايضا ولكن بـ 1% مع انخفاض سهم بنك ابوظبي الاول اكبر بنوك الامارات 1% ولا تزال اسعار النفط وهو محفز لاسواق المالية في الخليج مستقرة الى حد بعيد مع ترقب المستثمرين معرفة ما اذا كانت جولة وزير الخارجية الامريكي بلينكين في الشرق الاوسط ستؤدي الى وقف الحرب الاسرائيلية على غزة التي اثارت مخاوف بشأن الامدادات من المنطقة الرئيسية في انتاج النفط العالمي نتحول الى البرصات الامريكية والستريت حيث سجلت الاسهم ارتفاعات طفيفة في بداية التعاملات مع تركيز المستثمرين على ارباح الشركات الكبيرة وتعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي فيما دفعت المكاسب شركات كبرى المؤشر نازدك الذي تغلب عليه اسهم شركات التكنولوجيا الى الارتفاع ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 300% المؤشر سندرن بورز صعد بنسبة 15% وزاد مؤشر نازدك المجمع بنسبة 26% اما في اوروبا فقد فتحت مؤشرات الاسهم على ارتفاع مدعوة من نتائج الايجابية لشركة النفط العملاقة بي بي واشارات على تحفيز جديد للأسواق المالية الصينية المتعثرة المؤشر ستوك 600 الاوروبي ارتفع بنصف بالمئة بعد قفز بـ 1.3% في الاسهم الاسيوية بعد ان كثف صندوق حكومي صيني جوده لتحقيق الاستقرار في السوق المترجع سعد سهم بي بي المدرج في بورصة لندن بـ 5.3% بعد ان اعلنت عن ارباح بـ 3 مليارات دولار في الربع الرابع وتسريع وتيرة اعادة شراء اسهمها ارتفع مؤشر النفط والغاز في اوروبا بـ 1.7% ليقود مكاسب القطاعات المختلفة في بورصة طاكيو للأوراق المالية ترجع المؤشر النكاي القياسي للأسهم اليابانية مع جني المستثمرين للأرباح بعد ارتفاع اسعار الاسهم فيما واصلوا تقييم تقارير نتائج الشركات المحلية نكاي اغلق منقفضا بـ 53% هبط المؤشر توبيك سلعوصى نتقم بـ 68% من قيمته تحليلا لكل ما قلناه من هذه الاخبار وتحديدا من البورصة المصرية مع الاستاذ محمود سيد عضو الاتحاد الدولي المحللين الفنيين تحياتي استاذ محمود وأهلا بك تحياتي لحضرتك استاذ محمود يعني بعد ما وصلت البورصة المصرية لـ 30 ألف وعدت الـ 30 ألف رجعنا النهاردة 27 ونص تقريبا وعمليات الأرباح جني الأرباح مزالت مستمرة هل هي مجرد عمليات جني أرباح أم هو تراجع أم هو عكس الاتجاه المؤشر يعني تحليلا فنيا كده كيف ترى أداء المؤشرات المصرية الآن أداء البورصة المصرية في الفترة الأخيرة كان من أفضل أداء بورصة في العالم حيث وصل المؤشر ارتفاعه من منطقة 12 ألف من منطقة 18 ألف بشكل متواصل إلى أعلى كل 30 ألف منه الطبيعي أن السوق يبدأ بجني الأرباح أو عملية تصحيح إلى مستوى 26 ألف نقطة وهذا أمر طبيعي لكي يأخذ الدعم والعزيمة من وصلات الصعود إلى منطقة 34 ألف نقطة بس مش بعيدة أوي يعني من 30 إلى 26 يعني هبنتكلم في 4000 نقطة دائما كانت يعني التراجعات أو التصحيحات بتكون في ألف نقطة ألف ونص يعني حاجات بسيطة كده السوق المصري سلوكه تغير الفترة الماضية فالسعود المؤشر أصلا في أربع شهور تقريبا من 12 ألف نقطة وسيولة زادت إلى قرابة 8 مليار جنيه عكس سابقا كانت سيولة تتعدى المليار أو 2 مليار جنيه فأصبحت الزبزبة الآن عالية فمن الطبيعي أن يقابل السعود القوي تصحيح عليم وقوي ثم معاورة السعود مرة أخرى لتخطي القمة السابقة نعم طيب المؤشر السابعيني هل ترى أحسن أداء الآن مما سبق وهل ده معناه أن هناك تغيير في شهية المستثمرين وأداء المؤشرات وتنويع المحافظ ليس بالقدر الكافي ولكن الأفراد المستثمرين كمصريين بيفضلوا الدخول في أسهم الكيس السابعين ولكن اليوم كما شاهدنا ساهم طلعت مصطفى صعد من 36 جنيه و60 قرش إلى قرابة 45 جنيه وهو سابق مؤسسات قوي فليس بالضرورة هو حسب الرؤية الشخصية الآن وحسب السيولة إلى أين متجها وليس مفاضلة ما بين كيس 30 إلى كيس 70 إطلاقا يعني حسب الكرس الموجود المتاحة طيب ماذا تنتظر البورصة المصرية لمعاودة الارتفاع ويعني الديني تحليل فني كده أيضا سريع اتجاهات الأسهم وفي رأيك ما المنتظر لتحفيز البورصة المصرية هو طبعا المنتظر لتحفيز البورصة المصرية الكثير فصفقة رأس الحكمة اليوم أفترض على قطاع الإسكان وطرح شركة وطنية كما أعلن أيضا اليوم وبنمج التروحات وما زال السوق المصري أن تنظروا كثير من الأخبار الإيجابية وإخبار المستثمرين العرب والأجانب على شراء الأصول المصرية والاستمار في مصر فما زال السوق المصري أمامه كثير من التحفيز وكثير من الصعود ما زالت منطقة بعد اندهاء التصفيح الذي يتوقع ما بين المنطقة 27 ألف و 26 ألف سيعود المؤشر أيضا سعوده لتخطي قمة 30 ألف مستادف 34 ألف نقطة في المستقبل القريب وكذلك مؤشر إيجي إكس سبعين ما زال ينتصر مستوى 7500 نقطة كمستهدف برضو أيضا في المستقبل القريب فما زال أمام السوق المصري الكثير من المحفزات وكذلك الكثير من الصعود العمر في بداياته ولم ينتهي بعد نعم أنا بشكرك أستاذ محمود سيد عضو الاتحاد الدولي المحللين الفنيين بشكرك شكرا جزيلا ومشاهدين الكرام نستكمل معكم باقي أخبار الاقتصاد العالمي فننتقل إلى سوق النقد الأجنبي حيث استقر سعر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر في ظل تضاول التوقعات بأن يعمد الفيدرالي الأمريكي أو المركزي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة بقدر كبير هذا العام اليورو تحرك بقدر طفيف إلى دولار و74 من الألف من الدولار وبلغ الجنيه الاسترليني دولار وربع الدولار في أحدث تداول ليرتفع بـ 8 من 10 بالمئة كما ارتفع الين قليلا إلى 148 و61 من 100 ين للدولار الواحد لتحوم العملة اليابانية حول أدنى مستوى لها في شهرين وإلى أسواق النفط العالمية حيث ارتفعت الأسعار في الوقت الذي انصب فيه تركيز المتعاملين على زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط ارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برينت بـ 20 سنة لتصل إلى 78 دولار 19 سنة للبرميل بينما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 20 سنة أيضا لتصل إلى 72 دولار 98 سنة للبرميل ومن الذهب الأسود ننتقل إلى الذهب الأصفر والسوق المعادن النفيسة وهو سيكون ختام جولتنا الإخبارية حيث استقارت أسعار الذهب قرب أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين متأثرة بارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة وبخفض المتعاملين توقعاتهم بأن المركزي الأمريكي سيخفض أسعار الفائدة بقوة هذا العام ظل سعر الذهب في المعاملات الفورية عند الـ 2025 دولار 24 سنة للوقية انخفضت العقود الآجلة للأمريكية للذهب بـ 1 من 10% إلى 2041 دولار و30 سنة للوقية ترجعت الفضة في المعاملات الفورية بـ 1 من 10% إلى 22 دولار 33 سنة للوقية أما البلاتين فقد ارتفع بـ 2 من 10% مزال لدينا تحليل آخر مع الأستاذ حنان رمسيس خبيرة أسواق المال يعني أستاذ حنان تحياتي وأهلا بك ومعلومات كثيرة قلناها في هذه الحلقة دعينا نبدأ من البرصة المصرية أيضا يعني رؤيتك لهذا الانخفاض الكبير من فوق 30 ألف إلى 27 ألف ونصف كيف ترين هذا الأداء تحياتي في البداية هي تصحيح يعني من أعلى نقطة وصل لها المؤشر للمؤسسات كانت بتعمل حركة بيعية فده أدى إلى الضغوط البيعية على المؤشرات مما أدى إلى انخفاضها انخفاض متوابية طبعا احنا بنشوف في الجلسة يعني ارتفاع وانخفاض المتضارات بالنسبة للمتعاملين اللي بمتبعين الشاشة وممكن يحقق منها مكاسب ولكن دايما بننسح المتعامل اللي بقاها أسهم جيدة بأسعار جيدة بالاحتفاظ اللي أنا بستفق اتفاق تام مع زميلي فيما قال ان المستهدفات الفترة القادمة هي مستهدفات عالية جدا نعم ودهما بنعتبر ان هذا التصحيح بارعا زي القوط انت بتشده الى الثالث ثم يعود الانتساع والصعود إلى أعلى طبعا بإذن الله لما يبقى فيه استقرار اقتصادي داخل الدورة المصرية ده يؤدي إلى زيادة مؤشرات البورصة طبعا فيه ناس كتربطة ما بين سعر الصرف وسعر الدولار والجنيه والندال الحاسس للتطمار ده أنا بقول لهم اللي فيه نتائج أعمال الفترة القادمة ولو كانت الدولار كانت تمر في الشروح كان ممكن يبتتوقف قطوة الانتاج للشركات المنتجة عن العمل فده معناها متحققش أرباح يعني متوزعش أرباح يعني نتائج الأعمال تبقى نتائج صيئة فيه خلالة الروبع الأول من العام طبعا لما بتقدر الدولة ان هي تخيط على العديد من الملفات لكفيلة اقتصاديا بأنها تستمر في حركة النمو حتى أن العديد من الجهات الدولية رجع الثاني تتكلم على الإشادة بالاقتصاد المصري أنه هو ممكن يعزل من هذه الأزمة وممكن كمان يسعى إلى معادلات نمو مرتفع ويطبعا هو أملنا في الوقت الحالي نعم يمكن البنك المركز المصري على غير المتوقع ويعني رفع الفايدة بـ 2% أسبوع الماضي تأثير ده على البورصة في رأيك وتأثيره على الأسواق من ناحية أخرى طبعا تأثيره على البورصة أسعار منقفضة فيبتدر أن هما يمروا حركة بياهية وبعدين بنشوف برضو أن فيه أسهم خبرية في ظل الإنقصاد بترتفع دفاعات خياسية قوية ودايما المتعامل يقول ياريتني كنت دخلت في السهم ده لابنقوله أسبور السهم اللي معاك مع نتيج الأعمال اللي هتعلن في القادمة هيبقى له الشأن وطبعا إحنا عارفين أن تنور قطاعات المتوقع في البورصة هي بتؤدي إلى يعني توازن في حركة التداول بالنسبة للسوق اللي في الخارج طبعا إحنا عارفين أن أسعار برأ السوق هي أسعار مقومة بطموحات السجار وهو مش في طرح اللي هما يحلموا بيها مش أصلا في أي تقديل عادل حتى أن دلوقتي في حملات لزبط الأسواق وطبعا شفنا أن في الفترة الحالية في العديد من السرع اللي كانت يعني محجوبة عن التداول في السنها تنزل السوق مرة أخرى سوفنا يعني الدولة ابتدت أن هي تتدخل التدخل جيد في أنها تضبط العرض والطلب بالنسبة للسلع النسبة للتائب الدولار بينزل والسلع ما تتنزل في طبعا نتكلم النهاردة سيد رئيسة الوزراء أن هي بالفترة الخادمة هيبقى في قاعدة التفاعد للعديد من السلع وبإذن الله الأصمار هتنزلت خارج البورصة داخل البورصة هو عرض وطلب وطبعا إحنا ننتظرين ارتفاعات متوالية بإذن الله في الفترة القادمة طيب أستاذ حنان يمكن في حديثنا المستمر دائما البورصة تعتبر فرصة مهمة جدا الآن للاقتصاد المصري والمستثمرين والكل يمكن لناس كتيرة هل ترين البورصة الآن بطموحات المستثمرين بنفس أعداد الأسهم اللي فيها كيف نطور البورصة المصرية لتكون فعلا أداة تمويل من جهة للشركات ونشوف شركات كتيرة بقى بتدخل البورصة المصرية تتأيد فيها علشان تبقى ده التمويل خاصة أن التمويل بره عدى 30% الآن نسبة الفايدة عليه والناحية التانية يبقى نوع من أنواع الاستثمار الجيد للمستثمرين مع ارتفاع أسعار التضخم الكبيرة واللي مش هنقدر نحققها بشهادات الإداع في البنوك تمام طبعا إحنا عارفين أن سيد رئيس البورصة هو من داخل مطبخ البورصة سأتي بسيري في الفترة الحالية إزاي أنه هو يكتسب كل القطاعات المتواجدة باخل اقتصاد المصري لقيب داخل البورصة بيقدم لهم الدعم الفني الكامل ومساعدتهم على هذا القيب لأنه طبعا بيعرفهم تمام بمزايا هذا القيب وخصوصا المزايا التمويلية نحن كمان بنتكلم مع العديد من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة طب خلينا أسألك سؤال هنا بصراحة يا أستاذ حنان يعني إيه اللي بيمنع الشركات نتكلم عندنا شركات عملاقة ويمكن منها تشطب شطب اختياري إيه اللي بيمنع الشركات إن هي تتقيد في البورصة في الوقت الحالي هي فرصة ليهم وفرصة للمستثمرين هو فيه عدم فهم كافي لأنه بمكيفين جدا من الإفصاح لأنه بعد ساعات الشركات اللي بتجي بيانات ومعلومات للإعلام قبل البورصة بتتكلف تكلفة ده هي تصبر الغرامة اللي بتفرد عليها ده هي فرقة الإفصاح بتاعتها بس دي سبعا هتتدارك الفترة القادمة بتكوين دايما في الشركات اللي بغيبك في ألفاد علاقات مستثمرين عشان تبقى يعرف على تواصل بين المدينة وبين البورصة ده هام ثاني هام بيبقوا خايفين بيبقوا فيه رسوم دورية بتتدفع ودي ممكن يعني تبقى مقطعة من الأرباح أو من المكاسب اللي هم بيحققوها وطبعا لو هم فكروا إن التمويل من خلال البورصة من عدم التكلفة والتمويل من رفع التمويلية مرتفع التكلفة طبعا هيعرف حتى اللي هيتفعهم مش هيبقى يتساوى مع اللي بيتسلفوا صحيح القردوة أقصات القردوة خدمتهم بالنسبة للمستثمرين بقى يعني دايما بنفهمهم إن الترحي داخل البورصة والأنشطة اللي هي الخاصة دي دا عمل الأقصوديات لأن احنا المنبكة عربية فرصة دي في الفرصة الحالية تتحدث على إن الشركات يعني الفاردية والعائلية لما هتبتري تتقيد داخل البورصة هتكون أسر من 65% من حجم الأقصودي نعم يعني هما بيعولوا على القطاع العائلي والقطاع السردي إن هو يزيد من انتعاشهم وعادلات النمو بالنسبة لأقصاد السعودي وإحنا برضو عندنا في مصر في مشاريع كتيرة وعلى فرق المشاريع دي لو تتقيد داخل البورصة هيبقى فيه فايدتين فايدة للدولة لأن الأقصاد الغير الرسمي يندمج مع الأقصاد الرسمي وزي ما بيستفادوا بالحقوق يبقى عليهم الواجبات وكمان هتبقى خطط للتسويق الجايد بهذه الكيامات اللي بتعاني نوعا من التسويق وتعاني كمان من التموين ومو بتبقى عرضة لتوقف النفاج إنه هو بيبقى فاكل لما يبقى هو اقتصاد غير رسمي إنه هو ممكن يستمر طبعا الموضوع المستهل لأنه طبعا فيه تحديات قوية جدا ومنافسة عالية جدا وإنه هو لو استجه لأقصاد الرسمي مع تعاون مع الدولة بيبقى أفضل طيب خلينا نشوف بقى سريعا كده برصات الخليج رأيك فيها إيه والبرصات العالمية سريعا أرجوك طبعا بالنسبة لبرصات الخليج طبعا أغلقت على تباين في جلسة اليوم في المنطقة الخضراء وطبعا كلما يتحدث عن القطاع النصي إنه هو ابتدى ينطفد وابتدى الاهتمام بالقطاعات الأخرى هذا دعمت أداء المؤشر طبعا السواء الخليجية بس في حالة ترقب دائم لتوطوط الجيوس سيلا تحدث في المنطقة والتفاين وبتبقى برصابتة جدا لقرارة الفيدرالي الأمليكي زي ما حدث ذكرت في تقريرك أو قراراتك نعم ومدام يقول البنك الفيدرالي الأمليكي على تقفيد أسعار الفيدرالي هو يرجعها للمنطقة نهاية الربع الأول من هذا العام وطبعا تأثير خفض أسعار الفيدرالي بيرفع من قيم ويخفض من قيم أخره وكل المكاوف من خفض قيمة الدولار لأنهما يعني بيحاولوا بقدر الإمكان يكون هو الأملة الأكثر قوة حولنا العالم ده بالنسبة للأسواء الخليجية الأسواء العالمية طبعا نحن عارفين حالة الطاقة في الاتحاد الأوروبي بالطبع بالحاجة بالتنرار إلى مواد الإنتاج وشوفنا كمان الضغوط اللي بتمارسها أمريكا على هذا الاتحاد بطبعا دفع يعني فواتير الحرب الروسية الأوكرانية وعادة أعمار أوكرانية وده طبعا بيؤثر على أفضلهم بالسلبة حتى أن الوضع خلف في هذه البورشات وكادنا ألا نسمع عن ارتفاعات سياسية كما كان يحدث نعم نعم وبدأت هذه الأسواق تعاني من الضمور وليس من يعني الفطور نعم بالنسبة للأسواق الأسيوية طبعا نحن شايفين المؤثر السوري الياباني بسبب انتهاج الحكومة اليابانية سياسات السورية بالنسبة لمتعامل البورشة فهو بحق نقص تاريخية يومية وشايفين هو مستمر في هذا الأداء في الفترة القادمة المؤشر السوري طبعا مرتبط بالحرب التجارية بين مصر بين صين وأمريكا نعم بمثل برضو على الأقصاد الصيني ولكن بتحاول ان هي تفهم أسواق جديدة وتتعاون مع طبعا تكتل نعم 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 أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ حنان رمسيس خبيرات أسواق المال في هذه الجولة السريعة لتحليل لأداء الأسواق العالمية والسوق المصري بشكرك شكرا جزيلا بشكر أيضا الأستاذ محمود سيد عضو الاتحاد الدولي المحللين الفنيين كانوا ضيوف النهاردة في حلقتنا من مؤشر النيل وبكده ننتهي هذه الحلقة بشكركم بنقل لكم تحية فريق عمل هذه الحلقة وتحياتي حسام الدين عطف إلى اللقاء اشتركوا في القناة